بعد نقاش مستفيض دام أربعة أيام نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة أغلب التشكيلات السياسية الموجودة في الغرفة السفلة للبرلمان بمجموع 318 نائباً صوتت بنعم على المخطط بينما صوت بلا 65 نائباً من المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم حمص مخطط عمل الحكومة الذي يرى فيه الجهاز التنفيذي انطلاقة جديدة نحو استعادة ثقة المواطن والتي تعد أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة فضلاً عن ملفات أخرى لا تقل أهمية وفي صدارتها محاربة الفساد والرشوة والرداء نالت ثقة أغلبية نواب قبة زيغود يوسف مخطط عمل الحكومة الذي يستمد رؤاه من برنامج رئيس الجمهورية حمل في طياته أيضاً الالتزامات الأربعة والخمسين حيث أكد الوزير الأول أن ما ورد فيه ليس سراباً يحسبه الضمآن ماء بل خطة محكمة وفق معايير متابعة صارمة من خلال لجنة المتابعة على مستوى الوزارة الأولى حصول مخطط عمل الحكومة على الضوء الأخضر من نواب المجلس الشعبي الوطني سيفتح الباب للانتقال إلى المرحلة الثانية حيث سيكون الموعد بحر الأسبوع المقبل مع أعضاء مجلس الأمة ليناقشوا ويصوتوا عليه في خطوة تهدف إلى استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر